شايفك شاري خريطة؟ شو المانع يعني ليش تعد تماشتري؟ شو رح تستفيد منها؟ أخي بصراحة بلا خريطة مرح أعرف أمشي ولا خطور واحدة مثل الحج الغشين أما بالخريطة بعرف حالي منين بدي روح منين بدي أرجع منين بدي فوت منين بدي أطلع بعدين بخفف أسئلي عن ناس لهالسبب رح أروح عالبيت وأفرض هالخريطة قدام مني وبحلق بها العالم ونقل البلد اللي بيعجبني هلأ خلينا بالمهم وقللي شو قولي؟ شو بدي قللك؟ انت لما رحت على السفارة الأميركية شو قالوا لك لما رفض يعطوك الفيزا؟ الأنصل قال لي عيام سوري وطجلي ختم مع عدم الموافقة على الفاسبور اللي أهلي مع السلامي مو عن حق أنا لو كنت محل الأنصل كنت رفضتها ليش تحت ترفضني؟ شايفني أجدب ولا ريالتي خشطة يعني؟ مو هيك بس يعني مو هيقتك هيئة غني لو يعطوك فيزا سياحية؟ ما اختلفنا بس أنا ورجيتهم دفتر العائلة إنه في عندي ولدين معقولي اتركنوا أهروب برستلهم رصيد من البنك دفتر شيكات يعني إنه في عندي مصاري مرح عايش عليكم عالي قدمتلهم الوراء بتثبت إنه في عندي بيت سياح نياح بأحلى شوارع بالشام وسيارة موديل التسعينات شو بدهم أكتر من هيك يعني؟ اوف ومنرلك كل هالشي؟ إنه عرفك أندبوري ما حيلتك لغيف الخبز؟ منين يجعك كلها الخيرات؟ هلأ شو بدك بهالسؤال فهمني؟ قللي بصراحة نديم مين طلع لك الوراء؟ مو ضروري إلك المهم الوراء طلعت وصلى الله وبارك انتي امتى قدمت ورائك؟ أيام الأنصل القديم بس هلأ غيروا للأنصل هيك سمعت طالما هيك القصة فانعرف تماما شو السبب شلون نعرف السبب يعني؟ خلي هاني يحكي لك شو صار معه وبتعرف شو القصة ليش بتعرف هاني السبب؟ ولو لكن ما بعرق غالت لشوف حكي لنا هذا يا سيدي بيوم من الأيام فكرت بالهجرة على أميركا بس ما قدمتوا رأي على الهجرة وظليت فكر ست شهور قلت يا ولد ليش لتروح هيك على العمياني؟ لا لازم تروح وارصاصك صايب امت بلشت لف على مكاتب الطيرات وسماسر تلفيزا والعرب اللي عم يشتغلوا بالسفارات هيك لحتى شميتلك ريحة قوية ما في مجال للشك فيها أبدا شو هاني؟ شو عم تقول ريحة؟ ريحة شو؟ يا سيدي دريت إنه لازم قرشي وأنا لله وللتاريخ حاولت قرشي ها بس للأسف ما ظبطت معي طيب أسعاد أنت وقت قدمت ورأك على أساس طالب ورفضوا ايه؟ ما قالولك إذا بتحسن تقدم السنة الجاي؟ ما قالولي طبعا ما رح ينقول لك لأنه شكلك هاد شكل طالي؟ هاد الشكل نجار سبكري طالي ما شاء الله حولك إنت لكن هاد الشكل ناتوا عشكل عريس يعني؟ لق صحي ذكرتني عماد شو صار معك إن شاء الخطابة؟ وشو هاي الخطابة كمان؟ خطابة لمن؟ ها ها يا سيدي ضيعت جده لعماد أهل كلهم بأميركا متجنسين ومقيمين من أيام وسنين وبالصيف بيجوا بصيفوا هني وبناتهم هون بقى عماد أفندي اتفق مع الخطابة إذا بتجوزوا وحدة من هالبنات بيعطيه مئة ألف ليرة بلق شب أنا عماد؟ حكيله حكيله لناديم قالي ياك أحلى من تمك أحلى حكيله حكيله ما بيعرف شي نديم بلق حكيله تكره معينك راح حكيله بس بشرط ما حدا يسألني عن اسمه بس السؤال اللي بيعني على بالي دائماً ليش أمك ما بتقوم بها المهمة؟ لأنه هادول الناس مو من ضيعتنا هادول من ضيعة جدي أبو أمي يعني فيك تقول لحشة حجر من ضيعتنا بعدين أمي مو خرج الفوتات فمشان هيك أنا استعنت الخطابة المهم أنا في إيلر فيه هنيك اسمه عبود كنا أنا ويا بالمدرسة ووقتها قدمنا باكالوريا سوا ورسبنا كنت كل ما روح له عنده يقل لي بك شو ما بتفهم انت؟ وليش ما بتفهم بها؟ عم قل لك أبوه عنده خمسين محل بلوس أنجلوس يا سيدي إذا ما كانوا خمسين قول عشر محلات بس هادول كله غير الفيلا والسيارات والكازية اللي بيملكها بقى شو بدك أحسن من هيك؟ لقوا شو قاعدين عم نعمل إحنا هون؟ طول النهار شوفت عينك على متة وشاي وغبرة وقلة واجب ما في دامنا إلا شنهقت حمير وجعير بقر وكل يوم على تنظيف زرايب وعلف دواب ورعي معز بينما صاحبنا أبو سطيف راكب سيارته هالكادلة وعم يسرح ويمرح فيه بشوارع أميركا مين أبو سطيف؟ ولك أبو سطيفي اللي أخد البنت المجنسة ما عرفته؟ ولك شبك هدا اللي كان معنا أبو سطيف؟ أبو سطيف أبو سطيف أبو سطيف ولك مصطفى برغش اللي كان يعود جنب الشباك شباك؟ ايه 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 تذكرته؟ هلا هدا اللي أخده؟ ايه هدا طلطميس ما بيعرف يحكي ولا كلمة ولا كان يحفظ ولا درس؟ ايه شو مفكر لك؟ الناس مخبايه بالتيابة ويامة تحت السواهي دواهي الله وكيلك كان يلبد بمطرحه ولا من تمه ولا منكمه بس من تحت لتحت عم يحسبه ويفكر هيك لحتى نال مراده وشاف يوم السعد هو لأيلك؟ صحيح الغربة كربة بس أبوه عنده خمسين محل بلوس أنجلوس يعني الشي بيغطي شي طيب التروك مصطفى برغش على جنب انت بتعرفه لأبو زكريا ولا ما بتعرفه؟ أبو زكريا؟ مين أبو زكريا؟ البويا جي طبعا الضيعة الله وكيلك كل ما سمع بعيلي إجت من أميركا لحتى تصيفوا الضيعة بيحمل صندوق البويا على ظهره وبيدقها الباب وبيبلش بقى بتلميح كنادرون تصدقني ما ضلت مرة بالضيعة إلا وعرف مقاس رجله ايه؟ وشو قصته ها؟ قصته؟ قصته إنه تجوز واحدة عمره 65 سنة يعني غنية مع مصاري كتير؟ لا أبدا لا مع مصاري ولا شي إيد من ورا وإيد من قدام معنا تأكيد مع جواز سفر أميركي؟ طبعا لكان لشو أخدها؟ ايه شو بدي إقلك لإقلك؟ ولك حتى حتى الفران أبو معروف راح بيع الصبارة أبو محمود سن السمك راح حتى عزة الحرامي كمان راح عزة الحرامي؟ ايه عزة الحرامي نعم وش نور راح لأميركي ها؟ ولو دبرته أم نوري مين أم نوري؟ أم نوري الخطابة ما غيرها خوش هلا ما عادت قبلت إلا بمئات الألوف بس بيني وبينك بتضل أرخص من غيرها لأنه حق الفيزا بالشام بيطلع شي نص مليون طب ليش أنت ما دبرت حالك معاه؟ أنا ماني مضطر لأم نوري لأنه أختي هنيك وبعتت لي وراء لم الشمل يعني بسنتين زمان بكون هنيك بدون ما أدفع لأم نوري وبدون ما أتجوز طيب عبود؟ بتحسين أنت تدبرني مع أم نوري؟ مو أنا اللي بدبرك معاه المصاري هي اللي بتدبرك وقديش بتده يا ترى؟ مئة ألف قف، طب بركي أخدته أنو ضحكت علي وما تم المشروع هاي شغلة بسيطة بتحط المصاري عن شخص تالت ما بيعطيها إياهون لحتى تجوزك؟ قديش تاخد وقت المسألة؟ انت وحد ظهر بيجوز بكرة يصير النصيب بيجوز بعد سنة والله أعلم يعني حسب التيسير والإسمة والنصيب طيب وينك حماد؟ ام نوري في عندها منت جاهزة وعمرت ستعشر سنة بس بيقولوا فيه إلى علّها وشوها العلّة بقى؟ وشها مو حلو بنوب بتاخدها؟ يا سيدي بأخدها وقصيرة شوي وبتلبس كعب طويل بتاخدها؟ لك ايه بأخدها؟ هو إذا اجيت للحق البنت عاقلة كتير وفاهمانة وأبوها ميت وعايشة مع أمه وستة أم أمه ومربينا تربية شرقية آسية وألف مين بيتمناها؟ بس وينك عماد؟ بيقولوا انحيفة كتير وارفع من خيط العنكبوت بقى شو قلت؟ بتاخدها؟ لك ايه ايه بأخدها؟ وبيقولوا فيه شكة بعينها يعني حولها بتاخدها؟ لك بأخدها بأخدها والله إذا كانت ميتة بدي أخدها معك مصاري؟ لا بس بدي بيع الأرض الجوانية لناح المقبرة هاي اللي بجملة بغارة؟ يا عين عليك بذاتة بس هيك تعلاق مع أبوك؟ طيب شو بدي يساوي؟ فيه حال تاني؟ مهم هلأ قللي هلأ هي تقبلني؟ مين هاي؟ هاي العورة اللي حكيت عنها لك مو عورة بيقولوا عنا حولها الحولة تقبلني؟ ما أبعرف الشغلي اسمي مناصي شوف عيمات متل ما فهمتك أنا بتعمل يعني لا تقعد هيك ساكت متل الزلح فيه وبنفس الوقت لا تبربر كتير متل الببغاء خوش شايفتك حكيك قليل كتير بس هاد الشي ما بيفيدك عيماتو قوعك ها بقى حكيه خوضه عطي خوض راحتك عالآخر لا تخاف يعني مثلا إذا سألوك أنت أخذ البكالوريا قلهم إيه؟ لازم مشان يعرفوا أنك أنت متعلم شو ما سألوك جاوبهم؟ مشان يعرفوا أنك أنت متكلم صحيح أنت أخذ البكالوريا؟ طيب مو مشكلة قلهم أنك أخذها تعرف تحكيين بيزي؟ طيب ماشي الحاس قلهم أنك بتعرف هات مثل ما قلتلك عماد هاي زيارة زيارة تعارف بينك وبين أهلك بتبقى بعدين بتجيب أمك وأبوك بتعرف تحكي سيارة؟ لا والله تمام ما بتعرف؟ أي خربتك؟ شو بتعرف لك؟ ولي؟ لا تكون ما بتعرف تتجوز كمان إيلا نورية مولا الدرجة ماشي الحاس قلهم أنك تعرف تحكي سيارة ها ما بظن أن الجماعة يعملو لك فحص السواقة هلا عماد مثل ما قلتلك الله يرضى عليك لا تبقى جامل خوضوا عطي شو ما كان شوفي عندك قصة سيارة احكيها شوفي عندك قد و سيارة احكيها لأنه هدول الجماعة عايشين بأميركا يعني ما عندن عقاد أنت فهمان؟ ولا بدك يعني عيدوا قفتيك؟ فهمان أموري خلص فمت ايه و إذا ضيفوك لا تاكل كتير و إذا شربوك لا تغب غب شوفي عندك إذا لقيتهم قاعدين على الأرض قوعك ثم قوعك تقعد على الكرسي بس إذا لقيتهم قاعدين على الكراسي قوعك تقعد على الأراضي ايه في مثل بيقول لك إذا الكلام منفضة في السكوت من ذهب هذا بعيد عنه ما لك علاقة فيه منوب منوب لأن هدول الجماعة بيحبوا الفرفشة والدردشة شو عمادو؟ فهمان علي؟ فهمان أموري خلص فهمان ايه و إذا حكوا بالإنجليزي بين بعضهم لا تعمل حالك فهمان عليه هون؟ أشو أنا راية على الفحص؟ علي يجي ركبي من هلأ صارت عم ترقص رقاص ايه أصعب من الفحص ها؟ لأنه هذا فحص العمر و لك عماد البنت اللي بدك تاخدها رح تضل إلك و لقليبك طول الدهر شب أنا؟ صحيح يا عمادو؟ بكرة بسو تصير بأميركا شو رح تبعت لي؟ عماد؟ عماد؟ و لك شبك ركبك دا السكتة من هلأ؟ شبك؟ آه خلص يلي بقدر عليه ابنوري ولا همك والله يا عمادو وهي بيكسر الهق إذا صارت هالشغلة وتجوزتها البنت المجنسة رح أتطير للسماء بجناحين مو على عصايت مكنسة و صدقني رح تمفتح لك بواب السماء على طول كأنك أنت ماسك بين إيديك ريمونت كونترول طيب سؤال ابنوري ايه؟ شو علي تفضل؟ هلأ إذا هي البنت ما ضبطيت فيه تحت إيدي غيرها؟ بلا فيه بس هي البنت سوء أحامي هلأ سوء أحامي؟ ايه؟ لأنه هي بصراحة طلبت من أهلها ابن حلال هلأ أنت ما أناك ابن حلال؟ إليك أنا ابن كلب طبعاً ابن حلال لا أيوه محشوم سلامتك بتعرف يا عماد؟ أنا وقت اللي حكالي عنك عبوت قلت لحالي هذا ابن أصول عرفتك وعرفت أمك وأبوك وتشجعت كتير كتير وقلت بدي ساعدك بعرف أكيد أمك متقنة ومرتبة وأكيد لها السبب إذا أجت لعندكن عبلا على البيت رح تشوف البيت نظيف كتير ورح تلاقي مين هي عبلا؟ أمه لرشواني ايه؟ مين هي رشواني؟ لك رشواني العروس لك شبك الترمخط يعني أنا لوين أخدتك بالله؟ بس عبود قالي أنه اسمها رشال اه ايه صحيح أهلا بيدلعوها رشواني على كلين هاي رشواني عمرها تساطعشر سنة وإنت عمرك ثلاثين يعني العمر مناسب لابقين لبعضكن تمام عماد؟ مثل ما فهمتك هاي الزيارة بس للتعارف بقى لازم تكون قد حالك البنة قارحة مثل ما قلتلك وبالزيارة الثانية إن شاء الله بيصير تعالف وإن شاء الله بنقرأ الفاتحة لك يلا شبك واقف هلا ما قلتلي ليش أنت حابة تسافر على أمريكا؟ الحقيقة أنا بحب السفر والسفر بالنسبة إلي حلم وتحصيل معرفة وعلم وأنا بطبعي بحب السينما والسفر بالنسبة إلي كأني عم بحضر فيلم هلا أنت ليش حابة تسافر على أمريكا؟ إنت اسلميلي يا أم عبلغ في أحلى من السفر بعدين أنت إليلي في حدا ببلادنا هون ما بيحب السفر؟ هو صحي يعني بلادنا متل بلاد هون بس عماد لما شافها لرورو حبها كتير جن فيها طار عقله فيها وحب يسافر معها إن شاء الله تروح على بلاد الواق الواق بعدين الأستاذ عماد ابن أصل وأكابر وأهله أوادم كتير كتير أوادم عرفتي أهله أم عبلغ مالا هون على كل حال إحنا كسبنا شوفتكم كل سبيب وجوز عماد ويا ترا شو بتشتغل يا عماد؟ أنا ما بشتغل شي أصلي بشتغل كل شي يعني بالتجارة اشتغلت بالدهان اشتغلت مكنسيان اشتغلت لك حتى أستاذ مدرسة اشتغلت كنت الأولاد علمهم حساب وعلوم وقراءة ولغات طيب شو هي الشغلة اللي بتتقنها أكتر من غيرها؟ الدهان طيب قصدي التجارة التجارة والدهان طيب تحتي إنجليزي؟ هلا لا هلا ما بحكي قصدي 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 بحكي بس مو دائمة شتون يعني هو دائمة؟ يعني بس بالليل ديسة هلا عماد بس يمزح بيتلبأك ها قصدي عماد بس يتلبأك بيمزح بس يا عيني على أهله أما شو أهل عنده؟ شو رايقين وشو طيبين ولك شو قلنا نولاد حلال؟ ايوة يعني شو بتشتغل بالتجارة؟ عدم مواخذة يعني شو بتبيع؟ بيع كل شي بيع زيت بيع زعتر بيع جبنة بيع مراوح مسجلات كل شي كل شي ما بدك؟ يعني شلون بتبيعون؟ يعني شلون بتبيعون؟ بجيبوهم من الشام وببيعون يعني في ناس بيوصوني علي هون وأنا بجيبوهم وباخد كميسيون يا عيني شو رايح تفيدن هالشغل بإمريكا؟ قال زيتو سعتر قال طيب وقديش بتوسط دخلك؟ يعني فيك تقولي عشرة آلاف ها ، أيوة وكيف بتوفر هنا ؟ 7000 nine سيقدم عوماaning الهانا و 88 كم عمرك؟ ثلاثين سنة كم طولك؟ مئة وسبعين سنتي كم وزنك؟ خلاص بقى، شو عقص نطقي للرجال؟ هيرورو بتحب تمزح كتير وأهم شي يا ست عبلا إن سمعة الإستاذ عماد بالضيعة عم بتفوح حمسك وعبر شامينا لهون الريحة وعدم مواخذة بيني وبينك يعني الرجال ما بينعاب ولا بينقاس لا بيوزن ولا بيطول قلتك، نعصنا التوضيح حتى نعرف باي، نايس تو سي يو عفوا، ما فهمت، شو قالي؟ عم تقول ما بدها، يعني ما في نصيب بس سرعة، اللي سمح له المقعد يسخن تحتها اسمه ونصيب يا أم نوري، اسمه ونصيب هلأ أم رشواني، مع جواز أميركي؟ تعرفي شو كنت عم أقول يا ستة عبلا؟ تفضلي كنت عم أقول لحالي وربي يشهد علي ايه، والله عماد كبير على رورو مو هيك أمرة شواني؟ لا، وخصوصي بأميركا لأنه طبعاً نحن العرب معروف كثير يعني واحد عمره ستين سنة ممكن ياخد بنت عمرة عشرين سنة بس بأميركا مواردة منوب منوب عماد عمره هلأ خمسة وثلاثين سنة ورورو تقبر قلبي ما عمره تسة عشر سنة كبير عليها شو الحكيق؟ يعني هي فرفورة وهو شنتي يو، قبل شوي كان عمره ثلاثين؟ ايه، صحيح بالهوية بس أما عمره الحقيقي خمسة وثلاثين سنة عماد بده وحدة عمره سبعة وثلاثين يعني للأربعين ما في مانع ليش؟ حتى تناسبه وتفهم عليه اما أحلى قاعد عم يربي بنات صغار كله اسمه ونصيب يا عم نوري ما بلك لا فعلا كله اسمه ونصيب على عيني وراسي بس عمادة مناسب ولا تواخذيني بها الكلمة لوحدة من جيلي يعني ناضجة وفهماني وخمير ولا بنت صغيرة يعني ما بتفهم الخميرة من الفطي ايوه هلأ فهمت عليكي هلأ انت ليش حابة تسافر على أميركا؟ بصراحة يا خالتي أنا وقت كنت صغير كنت هيك لما اسمع صوت صفير للترين من بعيد من وره بستين كنت قول لحالي لابد انه يجي يوم وياخدني هالترين لوين؟ ما بعرف مش هو هربان ما بعرف وليش متعلق بالسفر ما بعرف بس هيك بجوز 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 كنت مغامر كان في عندي روح المغامرة كنت بحبك تشاف المجهول طيب يا سيدي وحققنا الحلم وسافرنا بهالترين اللي عم تقول عنه ووصلنا لأميركا بقى شو مفكر الأميركان رح يعملوا فيك؟ ما بعرف شو بدون يعملوا فيني؟ رح يحطوك ورا مكنة وراح تصيروا مكنتين في غير هيك يعني؟ بجوز أمرا شواني بجوز بس قليلة وقت بتمفتح قدامك بواب الحضارة قليلة انك عايشة مع ناس ما بتكذب قليلة تشوفي حالك هيك عايشة مع ناس راقين ومعهم مصاري قليلة الطبيعة اللي بتجنن وهالأنهار والجبال والشجر والخضرة اللي بنص المدن قليلة ناطحات السحاب ناطحات السحاب والعمارات والحدائق ويعني شو بدي يقلك لقلك حدث ولا حرش؟ يعني بالمختصر رح تحسي إنه الحضارة كلها بين إيديكي ليش نفكر حالك؟ رح تشوف كل هاللي ذكرته؟ يا الله وقيلك أنا قديش إليهني ما شفت شي من هني عم تقوله شو الحكي ست عبلا؟ معقولي؟ طبعاً لأنه هالشي كله بديو مصاري و بديو فراغ بعدين إن شان لنفكر حالك رح تغطلط بالأميركان صدقني رح تلاقي حالك عايش بين الجالية العربية اللي أنت هربت منها اللهم إذا رضي يحكم معك وليش لحتى ما يحكم معي؟ أشو حرف صائت أنا؟ لا بس هني كل لياتهم بكونوا مدبرين أمورهم ومزبطين أحوالهم مو فاضين يحكم مع واحد فقير وكحيان مثل حكايتك إيه لك أن شلون بيقولوا أميركا بلد الحرية؟ إيه صحيح صحيح اللي عنتقوله كله مصبوط بس ما ممكن يتحقق إذا ما بصير معك مصاري ولا يمكن يصير معك مصاري إذا ما بتععد ورا المكانة يوم ورا يوم وسنة ورا سنة لحتى ما تعود تفرق حالك عنها طيب وش الماناة؟ يعني بصير حياة بدون كفاح؟ بس الكفاح رح يحولك لآله ماذا؟ يعني معقول ما يكون فيه أمال؟ فيه أمال؟ هذا بتوقف على زكائك وحسب نوعية شغلك أنت ما قلت اللي حضرتك شو دارس؟ أنا أنا ما أخذ غير باكالوريا بس أنا كنت أعطي دروس لكل ولاد الضيعة دروس شو؟ يعني علوم عربي عربي؟ يعني مدل شو عربي؟ عشلون يعني مزنان لألك هلا سألتي الخيلة يا ابنة مالكة كول كولز بيبو جوس نيال اللي بده تاخد عمات فعلا نيالة يا ست عبلة فهمان كتير وشو بتفيد هالقصايد اللي عم تعلمها للولاد بأميركا؟ ولا شي؟ هلا كل شي لازم نوزنه حسب الربح والاخسارة يا ست عبلة طبعا لكان ليش مالكة عطى عبلة لعنترا؟ هيك لأ الله؟ ولا طلب منه ألف ناقة من نوق العصافير؟ شو قصديك؟ قصدي بأميركا ما رح تستفيد شي من هالشعر تبعك بعدين عبلة بالدمايو عادل حق ألف ناقة من نوق العصافير يمكن السيد عماد بيحب القهوة حلوة مثلك ام نوري ما هيك؟ هلو ما هيك؟ موقعه؟ 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 معه جواز أميركي؟ هلأ انت ما قلتلي؟ ليش حابب تسافر على أميركا؟ يعني بفهم من كلامك انه ما قدمت طلب على الفيزا ولا مرة لحد هلأ ولا مرة وليش بقى ما عمتقدم وليش لحتى عزب حالي وقدم ووقف بالدور من الساعة خمسة الصباح انبيني رح يرفضوني يعني شو مفكر تاميل عمفكر ارجع اتجوز ستة ما في غير الحل انتقامي سمعي باب احسن شي نسافر على الماكسيك ومن هناك نزموا على امريكا شو رأيكم لا وانت السادق منفوت من بولونيا على المانيا هيك افضل ليش فكرك الفوتي على بولونيا سهلة ايه سهلة كتير انا بعرف واحد صاحب يراح هيك هذا زمان اول وزمان اول تحول هلأ غير شكل بولونيا اياما كانت بلد شيوعية هلأ تغيري بلأكوا التاني يعني فكرك الفيزا على الماكسيك اسهل اصلا سفارة مكسيكية ما عنا هون شوفوا شباب شوفوا الطريق صحي غريب شوي بس الفوتين ندخل من هون على روسيا بعدين على فنلندا يعني الفيزا على روسيا اسهل لا وحياتك مو صحيح الحكي الحدود مسيطر عليها من ايام التشدد السوفيتي ايه معقولي لك ندي ايه هي مناطق كلها جليل ليك رح نوصل على القطب الشمالي عليم الله ام مطل لي قلبي اصالي ثلاثة سنين داير من محلة محلة شغلة ولا عملة ليش انا التاني شو رحت اعملت بعت السجادة والتلفزيون والتخت وما بقي عندي غير هالفرشي اللي عمنام عليها على الارض ولك اه ولك انا مستعد ادفع كل شي بقيان من حق البيت تبعي للي بينقلني من هون لنيويورك وانا مستعد اتجوز اي امرة شرط يكون مع الجنسية الاميركية يعني قد ما كان عمره شلوم ما كان شكله ان شاء الله تكون اردة صفرة عفريتة زرقة المهم اخلص مني انا فيه تاها تراس ارقيلة يا ولاد مرحبا يا شباب اهلين اهلين وسهلين با بشاكل اهلين وسهلين با العين الحلوة يا اهلين شو سامعكم عم تحكوا عن امريكا ما امريكا ايه والله عندك ما نعشين لا والله يعني يا لي بروح لامريكا بروح الهنيكة بيلاقي شو لكن حبيبي لكن تغرب ففي الاسفار خمس فوائدي وشو هنين با شو بعرفني هادري حافظه تفريجوا همين واكتسابوا فضائلي طيب ليش ما بتروحوا انتو احسن ما تبرطوهم بالقهوة ليك امريكا قاعدين انتو لاشغبي بلا عملي وليش ما بتروح حضرتك ليك السفارة قدامك بيأمر بماني عم تمزح يعني عم يمزح ما يشتغل فينا يعني بروح يعني شو يشتغليه بروح ليش لحتى ما روح يلا السلام عليكم الله معكم الله معكم شو داعي لها السلام ليه دانك قبل ما تقابل غزلة وشنشل حالك بالدهب وحط كولونيا ابو شاكي يا ابو شاكي مرحباً شباب أهلاً 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 شو بلاقيك شهر شتة جديدة؟ اي والله اشتريتها هلا بسوق الخجاب لأنه شرطتي القديمة نهريت ما عادة تخرج يعني وبخاف تنفتح يا بالطيارة يا بمطار أمريكا ليش نارت روح أمريكا؟ اي والله هيك نويت من كم يوم أنا شو هالحكي؟ همولا تاخد الفيزا بالأوة؟ الختة شو هاليا ختة؟ الفيزا من هنا ختة؟ هلا بدك تضحك علينا أنت أخذت الفيزا؟ وليش أضحك عليكم؟ تفضّى هات لشو؟ ليك تاخت؟ مفتنزة كمان لك ليه والله لك هي الفيزا على أمريكا؟ وكيف أخذت هاي؟ أخذت؟ مو أنت قلت لي سفارة بأبرماني؟ بقى أنا لقدمت شاهدات مزورات ولا جوزت حرميئة ستي ولا بعت بيتي ولا ليطاري عهريبي قدمت على الفيزا الأسبوع الماضي واليوم طلعت بالموافقة بقى أماني أماني بتكون شيء من أمريكا شباه؟ أماني ها؟ أماني ها؟ باي باي سي يو ليتر مي فرين I am a taxi driver in Calcutta I am a taxi driver in America Strangers in the night Strangers in the night